اهلا بحضراتكم بصوا انا قلت لكم من البداية خالص انا بقول المهندس خالد صديق انا اسف المشكلة عندنا انا اللي رغيت انا اللي طولت وعليق الاعداء ما تتحسبش هنقعد تاني وتالت وربع اولا لان انا من الناس المؤمنة جدا بالمهندس خالد حقيقة جد يعني مش زار وفي نفس الوقت بالدور اللي بيلعبه صندوق التنمية الحضرية تاني الحضرية من غير الف جاي من الحضر هو سؤال انا هسأله وهسيب وانس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية ينطلق الاول اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك منورنا شكرا جزيلا انا في رأيي ان الصندوق ده بيلعب واحد من اهم الادوار من اهم الادوار لتغيير المجتمع المصري احنا عندنا مشروع تطوير عواصم البدن انا هيبقى اسئلتي منحصرة في انه احنا بدأنا نشتغل على كام معاصمة ووصلنا لحد فيه معدلات انجاز قدرنا نوفر كام وحدة ومن خلال كل ده كمان احنا قدرنا نخلق كام فرصة عمل طيب يا عشان الوقت هيبقى دايق معنا لا انا هقعد ساكن بس الوقت مع حضرتك طيب احنا موادرة عواصم الحافظات كان اطلقها سادة الرئيس من حوالي سنة ودي تزمت مع تغيير اسم الصندوق من صندوق تطوير المناطق العشوائية لصندوق التنمية الحضرية احنا زيما يبدو كده اتكلمنا وقلنا الفرق كبير جدا ما بين صندوق التنمية الحضرية وصندوق تطوير المناطق العشوائية ده كان مختص بس بتطوير اي مناطق عشوائية غير امنة موجودة على مستوى الدولة وكان فطورة الانتهاء من القضية دي كانت 40 مليار جنيه الحمد لله قضينا عليها وبقينا نتكلم دلوقتي على انهنا خليين من الغير امن طبعا عندنا شكل من الاشكال العشوائية الاخرى زي الغير مخطط زي مثلا مش عالطريق الدائري نشوف حاجات دي امنة ولكن هي عشوائية لكن اسمها غير مخططة فدي طبعا دي حوالي يعني 40% يعني احنا عندنا فيه 417 الف فدان في 226 مدينة منهم بقى 160 الف فدان غير مخطط زي عالطريق الدائري زي اماكن في 20% تقريب بالزبط 37.5% لـ 40% من مسطح العمراني الحضري في مصر غير القرى يعني زي ما احنا قلنا قبل كده احنا عندنا فيه 3 محاور للتنمية العمرانية في مصر اول محور اللي هو المجتمعات العمرانية الجديدة بتقوم بها وزارة الاسكان هيئة المجتمعات العمرانية تاني حاجة الريف ودي مسؤولة عنه وزارة التنمية المحلية تالت حاجة المدن القائمة والحضر اللي هو مسؤول عنه وصندوق بتاعنا فدول تالت محاور من الهمشة الرابع في التنمية الحضرية والعمرانية في مصر طيب احنا بقى لما جينا شغلنا على صندوق التنمية الحضرية والسانة الرئيس اطلق كزا مبادرة من ضمن المبادرات اللي هي تطوير عواصل محافظات والمدن الكبرى المستعدة بتاعنا 500 ألف وحدة احنا معانيين الشغل داخل مدن القائمة يعني جيش مثلا اعمل مشروع اعمل مشروع ما نفعش اعمل مشروع مثلا في المدن الجديدة انا بعمل مشروع في مدن القائمة طيب اول مشكلة بتقابلنا في الموضوع ده ايجاد الاراضي الناس قالت عمركم هتلاقوا اراضي الحمد لله احنا انا اراضي وشغلين دلوقت احنا مساعدة في 500 ألف وحدة عملنا مرحلة عاجلة قلنا عشان نبدأ نشغل بسرعة وننطلق المرحلة العاجلة دي الوحدها 114 ألف وحدة دي المرحلة العجلة ب120 مليار جنيه يمكن المستهد في ال500 ألف وحدة بنتكلم في حوالي 500 مليار جنيه ده العاجل ده العاجل اه اللي احنا قلنا نشغل بسرعة وننطلق عشان نقدر نلبي احتياجات المواطن احنا ليش نغلنا في كده في صندوق تمال حضرية ليش نغلنا على او عملنا الشغل بتاع تطورة عاصة وحاصة المدن الكبرى احتياجات المواطن المصري مش بس عشوائيات او بديل للناس في العشوائيات او كده فيه المواطن التاني اللي بقولك انا عايز داخل المدينة شقة كويسة في مشروع بتعمله الدولة بمستوى اللي بتعمله الدولة دلوقتي دلوقتي بتنافس فيه المستويات بتنافس اي مستوى تاني في اي حاجة بالعكس دلوقتي بتناسكوا لأ الثقة وشياكة والشكل والجمال اعلى بكتير غير الثقة وغير مبدأ اللي هو انا فلوسي مضمونة اهو مع الدولة هنا صح وصرعة التنفيذ وضمان حاجات كير جدا يعني دلوقتي ممكن تروح لأي مستثمر فلوسي مضمونة وجودة وسريعة اه وممكن تروح لأي مستثمر ياخذ منك الفلوس يبدأ الشغل يحصل له عرقيل يقعد خمس سنين ست سنين عشان نسلمك المشروع انا النهاردة عملت المشروع بتاعنا ووصلنا فيه نسبة الانجاز بتاعتنا متوسط خمسة وستين في المية احنا شغلين في ستة وتلاتين مشروع في ترتاشر محافظة ده محل عجلة دلوقتي بمية واربعتاشر الف وحدة بتكلفة مية وعشرين مليار جنيه كل ده بنشتغل فيه ويمكن يعني ما كان من ناس سنة يعني احنا بوضرة اطلقت من سنة بدأنا نشغل ده نجهز ونخطط ونجد اراضي دلوقتي احنا شغالين فيه متوسط خمسة وستين في المية بعض المشروعات منهم موسط خمسة وثوانين في المية هبدأ اعلم ونبدأ نطرح للبيع يعني الناس هتخش على عمارات مش هتشتري مش هقول له تاستنى لما ابدأ ابني بفلوسك ده انت ممكن تيجي تقول له هاحجز وهقصط لك كمان وانت بتسلم يعني التسليم فوري وهنقصط بقى مع بعض وبعد المشروعات ان شاء الله كمان اربعة شهور كمان خمسة شهور هو نفسه هيروح لما هقول له الوحدة الفلانية رقم كذا في عمارة كذا مش هيفرج على لوحات روح وزورها في الموقع روح وزورها وتفرج على طرشبها كمان وتكلم على عيوبها قبل ما تحجزها يعني روح تكلم على عيوبها شوف مشاكلة قبل ما تحجزها مش عجبك شوف غيرها المشروع الحمد لله نعمل مستويات راقية جدا ومن خاطر كل مستويات بس التشتيب يمكن برح كنا في جولة مع دولة الرئيس في الفيوم المشروع هناك يعني يكاد يكون منتهى شغلين دلوقتي في مرحلة سكن مصر هو مسكن مصر هو يعني شبه مسكن مصر يعني احنا بس بيحصل خلط شوية بين الناس ما بين اللي بتعملوا هاية المكتبات العمرانية واللي بتعملوا احنا فاحنا هنا مشروع خلصان عندنا 1120 وحدة جهزين تماما التشتيبات هناك عايز اقولك ان الشغل هناك الوصلات بتاعة التريفونات موجودة كالشبكات داخل الشقة مش فيش سلك حد سلك كده شوفتك ونفس المفاتيح اللي بتركب في بيوتنا اللي هي المستوى عالي جدا جدا واللي بينفز معانا المشروعات دي الهالة انسية القوات مسلحة السرعة في التنفيذ الجودة الشغل الراقي اللي يعني عايز اقولك ان احنا يعني هم بيدروننا المشروعات دي وبرضو عشان نأكد نقطة تانية واكدناها بلا كده بحب اكده تاني وثالث ورابع هم بيدروا المشروع اللي بينفزها شركات مصرية بحش يقول اصل الجيش بينفز كل يا جماعة ده احنا بيدروا المشروع بصريحنا والاشراف ودارة المشروع بجودة عالية جدا بس بشركات مصرية ويادي وعمال مصرية وشركات مدنية كلها فاحنا هنا بنتكلم على منظومة متكاملة من الدولة في مشروع عواصل محافظات ده بنتكلم ان احنا يعني ان شاء الله قريبا جدا لما هننزل وهنعلن عن المشروع اعتقد الناس هتفرج على حاجة ويعني برضو برضو في ناس يقول لك انتوا داخلين ده وقت ده في مطورين عقريين كتير اول فترة دي لا احنا بناشد حاجة تانية خالص المعروض في وسط المجتمعات العمرانية جيدة وحاجة دي او في معروض كتير وفي مستثمرين عقريين عاملين كتير جدا لكن داخل المدن انه يعمل مستويات اللي احنا عاملينها صح وكمبود مثلا يعني انت داما داخل المدن والحاجات القائمة داما داما يقول لي عواصل محافظات والمدن الكبرى هي الاقدم دائما في كل محافظة فمكتزة وتقادم عليها الزمن لكن تلاقي مشروع جديد عبارة عن كمبود ومساحات خضرة ولندس كيب وعمارات فيها بينها براح وجارك مش جرحك والعمارة مش مش لزقة في العمارة وحاجة يعني مبنية مثلا يعني يمكن اعلى نسبة بنائية عندنا لا تتجاوز 26% من مسطح الارض لا تتجاوز ده الكمبود 30% لا تتجاوز 26% عندنا فتخيل بقى وهنا في واحد ما سيقول لك ايه انا مقدر حقولي رغبة ان انا نفسي حاجة في مستوى المجتمعات العمرانية الجديدة زي القاهرة الجديدة وا 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 بس عايزها في مدينتي انا عايز في منصورة حاجة نضيفة عايش فيها عايز في زأزي عايز حقه هو مش عايز مش عايز يخرج احنا عندنا المصريين شوية عندنا حتة تمسك بالحتة اللي عايشين فيها ما كان مستوها لما حقق له مستوى الراقي اللي هو عايزه وبسعر كويس جدا عايز يقول لك ان في حاجة والله العظيم اللي فيه بعض المشروعات احنا هنبعها بتكلفتها ليه عشان نحقق المواطن وكل مستويات الناس رغبته في الحصول على شقة في المكان ده احنا يعني ممكن نحطها مش راح صغير ممكن بنفس التكلفة على قد التكلفة بالضبط يعني انا فهمنا نحط بتكلفتها وساعات كمان بقى أقل من التكلفة دي للفئات المستهدفة يعني اللي هي بتبقى الفئات الأقل حظا لكن غير كده احنا بص أهم حاجة في الآخر ايه الهدف مكسب السندوق فين احنا اسمنا التنمية الحضرية مكسبنا هذا هدفي هو ده هدف الأساسي عشان ما حيتش عنه ولكن اللي لازم حقق أرباح من مشروع تاني منكم مشروع أبيع أبيعه هنا بالتكلفة لكن مش قليل من تكلفة عشان ما بقاش يعني ايه او الكلام مش بزرط بالتكلفة أو زيادة سينا صغر بحيث جميع التكلفته بكل حاجة هتكون موجودة في المشروع مشروع تاني هكون بأكتر من التكلفته طبعا شوية عشان بيصرف لي على ده برده عشان ايه وفي نفس الوقت حقق لي فائد من أرباح لأن أنا مازلت مازلت صندوق عندي جزء من جسمي اسمه الخدمي اللي أنا بقدي خدمات لناس مثلا عندنا قضية بتاعة الغير مخططة والأسواق الغير مخطط ده الواحده إحنا عندنا 170 ألف فإننا غير مخطط على مساوا الدولة محتاج شبكات مياه صار في صحة كهرباء فاتح محاور هنبني بيوت جديد مكان ناس في أماكن ما ننفعش غير نفتح فيها محاور الناس في مكان تانية التكلفة الكلام ده كام مبدائيا دلوقتي أو بسعر مش دلوقتي بسعر مبارح كان قبل ما يحصل مثل التفاقم الأصعب 318 مليار جنيه إحنا هنجيبهم منين بقى الدولة بتدفع جزء واللي هنحققه من أرباحنا دي هنكمل جزء هنكمل جزء تاني عندنا فيه مشروع تاني ضخم جدا بنعمله اللي هو حياء القرارات تاريخية حياء القرارات تاريخية ده مشروع حلم حياة كل المواطن عنده وطنية وعنده حس وطني يعني رئيس الوزراء قولي ده مشروع حياتي وده ينبضر أطلقها حسيات الرئيس لدي حلم حياته وإحنا كلنا أي مواطن فينا كان بلف ويمشي ويشوف الانتهاك اللي حصل لقاهرة تاريخية حزن يعني إيه اللي بيحصل ده ده على ومو اسبلة ووكلات وبيوت ده أصلا ده لما هيخلص فندم هيحول القاهرة الأكبر مدحف مفتوح على مستوى العالم فعلا ده هدفنا احنا بنحاول إيه إحياء عشان بتلك مش هنطورها زي ما سبير وما جنبنا كده نشيل ونعم جديد لا ده أنا عايز أحافظ أنها مسجلة في اليونسكو بالطرز المعمارية بالطرز المعمارية بتاعتها الحارات والحوار الأذيق قضيها لازم حافظ عليها ما ينفعش ما سوال إيه طب شيل المبالية دي وعملها جنينا لا النسيج ما كانش كده زي باريس باريس وبرشلونة ومدن كتير في العالم اللي هي محافظة على طرزها الحرف والمهن اللي جوة في حرف هتندسر احنا بنحاول دلوقتي ننميها ونعملها إحياء في بعض الحرف والمهن موجودة في القاهرة التاريخية لا تصلح أنها تكون موجودة جوة القاهرة التاريخية ميكانيكا ميكانيكا بسوكارة ودوكو 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 وحدادة وألمونيوم كل ده احنا عملنا ستين فدان ورش حرفية في على محول جهان سداد في منشية ناصر ستين فدان حوالي تسعمية واربعة ورشة طيب هلأ عملنا الورش دي بس واحد يقول لك يا أخي أنا متعود أنزم البيت هنا على الورشة بتاعتي بنينا خمستاشر عمارها بالمناسبة أن ألاحظت حاجة أنه حتى الورش لما بتيجوا تعملوها بتعملوها بطرز معمرية بتليق على المكان يعني مش بروح عامل شوية مكعبات كده وهو يا دي الورشة والمهم أنك تاكل عيش لا 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 ده كان إحنا إحنا بنحاول يعني كان فيه فترة الستينات والسبعينات كان فقدة للروح وال يعني الروح المعماري فقدة للزوء المعماري اللي هو بلوكات يعني اللي هو بلوكات وابني مش عارف يعني مفيش في روح وفن يا جماعة ما هو نفس الطوب والزلط والأسمنت والرمل والحديد بس حطوا حس بقى شوية كده فكروا في الجمال هنا لا هابني بيوت بالأوباب والحوش والحاجات دي وإلا أنا أبقى بخرف المواطن في حلاوي شلاتين لا يمكن يسكن في استحالة في عمارات أو جار أنا بيت عيلة ولازم حوش حوش وبكرر بقولتها كده مرة بعد كده بقولها تاني إن إحنا مرة عملنا جريمة إن الحمام بابه يفتح على الصلاة اللي برة طلعت جريمة هناك أنا الحمام باب الحمام يفتح على الحوش اللي برة ما يفتحش على الحتة اللي بعيش فيها باب الحمام بتاعهم هناك أهلنا في حلاوي شلاتين لا بالضبط زي قدماء المصريين كانوا بيصمموا البيوت كده وإحنا في عادات وحاجات فينا يعني ورسينها يئمة من قدماء المصريين يئمة من أهلنا وعادات عربية والتقليل العربية وإسلامية فكلنا كلنا حاجات مغروسات فينا يعني موجودة فينا فدي من الملحاجات إحنا لما جينا عملنا تصميم كده لما عادنا مع الناس عرفنا خل يعني ديكات بالنسبة لهم أو إحنا بالنسبة لنا اكتشفناها جريمة نعمل حاجة كده عادنا التصميم وعليه طب لما جينا شغل مثلا في غردقة وراس غارب وقصير وجنوب سينة الأهلين هناك لما بيجي يجوز ابنه يبني له عشة جنبه أو حاجة عشان يجوزه فيه أو يبني له لو بيته بيستحمل يبني له دروه تاني طب وليه نسمح إحنا بالخطأ ده يحصل تاني في المستقبل بنينا بيت بحوش يتحمل أساساته ثلاث أدوار عشان يستوعب الأسر ودي اللوحات ودي الحاجات موجودة في المدينة أو في الحي تفضل خد اللوحات موجودة هناك ابني لابنك وجوزه في الأبيت العيلة وابني عيلة وبرحتك والسل موصل للسقف وأشارح هذه الطلعة والعزل موجود وكل حاجة جميل تفضل اطلع على جوز ابنك بس بنفس التشتيب ونفس الحاجة يعني ما بيديك حاجة تعملها بحيث لا تدفعها من أرض ولا حاجة ولا ولا وفي الآخر هتطلع وتجوز ولادك جوازها حلوة جدا يعني عندنا مشروعات كتير جدا جدا مستقبلنا خلاص بقت حدود والسماء فكرنا وطمحنا معادش له حدود إحنا بكرة بتاعنا حلو بس مش حلو عشان إحنا بنتكلم كلام النهاردة الناس تشايف أنه النهاردة عملنا إيه وماشيين في إيه إحنا حجم الأعمال اللي في إيدينا دلوقتي يتجاوز التريليون جنيه اللي هو المهام المكلفين بيها مسيادة الرئيس وتوصل لحالة تريليون جنيه ده السندوق اللي كان نبالح اسمه السندوق تدور العشوائيات نارس مسندوق التنمية الحضرية يعني أنا وارد ده المهام اللي الناس اللي بشغل فيها وعلى فكرة أنا عندي الناس لما قوم بنتكلف بي تكليف من الرئيس أو تكليف فنشغل عليه بنعمل فرح نعم فرحانين جدا طب أنا عايز حاجة بعد إذن اللي مش مفاجأة اللي الفقرة خلصت بس اللي أنا عايزه حاجة تعنيها بقى أنا عاوز أبقى مشارك كمية أستأذنك خدني فسحة أنا الموضوع ده بالنسبة لي فسحة عايزها فسحة بقى إيه بس ما بينقصين كده حنا نقولها بالبلد سحلة اختر لي المكان اللي أنا هنزل هقضي فيه يوم أنا وزميلي بكاميرات نتفرج ونصور عايش نعمة شوانس خلينا نشوف القاهرة التاريخية في يوم ونفس اليوم نطلع على حدائق الفستات ماشي ونطلع على جوهارة الفستات أوكي والخيالة الناس عايشة في مشروع عايشين فيه حلو يوم هناخده كده مع بعض كده نتفرج الناس إحنا بنعمل إيه وممكن نخش على إحدى مشروعات اللي تحتعوصوا حوزات داخل القاهرة أو ممكن نخط في يوم بخار القاهرة ماشي الأسبوع الجاي معيك اختر لي اليوم اخلي زميلي وانا هنتصل وانا هتقيني أعمال بزنة على واتساب كده وانا زنان انا الأسبوع الجاي على رأي إسماعيل يسير والله هرحمه قتيلك انا معيك انا خلاص احنا نتبه كده وانا يبقى يوم دسم كده إن شاء الله وانا بقول يعني ده يعني فرصة لنا احنا نقول للناس قدي الدولة بتعمل لكو ايه صحيح وضع العظيم يعني فاحنا يعني مش عايزة أكل جزء من الصاث طارق عشان لكن احنا إن شاء الله الصاث طارق أصلا كده كده مستحلفلي لا واحد يعني بيستمتع بيستمع لي بجد يعني لا وممتع الواحد بيستمع له جدا 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 واخضراتكو دايما على رأسنا والله الحمد لله يعني أنا سعيد بوجودنا طبعا يعني بقول للناس إن شاء الله يعني بكرة بتاعنا جميل قوي جدا مش قونس خالد أنا فعلا بعتذر عن الوقت المتأخر الديوز بتاعنا حاجة تانية والله احنا مش بتوح حمام السباحة والقعدة في قتل 5 ستارس هالديوز بتاعنا تلاقينا تنطلع في مشروعاتنا قدش الصحراء نطلع مناطق زراعية كلام من ده فاحنا هيبقى في عندنا الأسبوع الجاي ديوز محبب إلى أنفسنا جدا كفريق عمل التاسعة هنخليه إنه برعاية المهندس خالد صديق هيلففنا لفة يوم من أوله من النجمة لحد قبل المغارب بشويات كده عشان بس نلحق نيجي على الهواء أنا بشكرك جدا 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 أفندم كل الشكر المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية تنمية الحضرية بمفهومها الواسع جدا العميق جدا هستأذنكم هنروح لفاصل نرجع بعد الفاصل واضفنا العزيز كاتبنا الكبير ونقبنا الفني الأساس طارق الشناوي ينورنا اشتركوا في القناة